دور المؤمن المسيحي تجاه السلطة هذا وموضوعنا في هذه الحلقة أهلا ومرحبا أحبائنا المشاهدين في كل مكان سلام ونعمة المسيح مع جميعكم اليوم سنتكلم بموضوع كثير كثير مهم وطبعا اتزاما في وقت انتخابات أمريكا واللي ما زالت حتى هذه الساعة غير محددة وهذا قادني خلال الأيام اللي مضت انه نفكر في موضوع دور المؤمن وهذا ليس بموضوع جديد هو موضوع قديم حديث فالمؤمن له دور في المجتمع له دور في السياسة له دور في الكنيسة لكن المحتاجين نفهمه بالزبط الأمور المحددة في دور المسيحي ولسيما في هذه الأيام في طبعا دول متعددة في هذه الأيام ومثل ما ذكرت في الماضي كثير من الأنظمة تعتبر أنظمة ضد المسيح بما أقصده يعني الفلسفة أو القيم أو المبادئ اللي عم بتصير فيها الدول بشكل عام هي قيم ضد مبادئ المسيح أو بالأحرى ضد معلمه يسوع المسيح واليوم رح نعرف بعض من هذه المعلومات حتى نشوف أيه بالزبط دور المسيحي تجاه السلطة وكيف ممكن نحيا بعدالي بأماني ولسيما في هذه الأيام ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر